موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل في برناميكم ملك وكتابه حلقة خاصة عن الزعيم والزعامة عن المسئولية والاحتراف والطرف الأهل في المكانة دائما إبراهيم أهلا بك بشمهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم دوما في برناميكم ملك وكتابه هي بالفعل حلقة تتحدث كثيرا وباهتمام عن الزعيم عن الزعامة وعن الزعمة أيضا أعتقد فيها حلوة الزعمة دي فتتني فتراض عليه لأنه فيه زعم كتير جدا لابد من الرد عليه وملك وكتابه لم يظهر إلا للرد على كل زعم حفاظا على الزعيم وردا على كل زعم وليس عزائي عنه مش كده الزعم وليس عزائي عنه فحلقة فيها خمس عنوين مهمة هذه أبرزها الأهلي وتصحيح المسار الكروي الزعيم تريند في جوجل وفوربس لكن لا جديد الأهل في مكانه وتبقى دائما المسئولية بين الاحتراف والطرف وأخيرا ودائما عزيم مصر وحكايتم على الأهلي دي العنوين المهمة اللي نتمنى أن حضراتكم تتابعونا فيها وتستمتعوا بمضمون هذه الحلقة لكن في البداية دعونا نشاطر نادي الزمالك الشقيق وجمهيره العزاء يا أبش موندس في رحيل الكابتن أحمد رفعت رحمة الله عليه أحد علامات نادي الزمالك في كل مجال عمل فيه كان ابنا مخلصا وكان أيقونة من أقونات نادي الزمالك الكابتن أحمد رفعت حملني الكابتن محمود الخطيب أنا أتقدم بالتعازي بنيابة عنه عن مجلسه إلى مجلس إدارة الزمالك وأعضاءه جمهيره وكان يتمنى أن يحضر بنفسه ولكنه غدا خارج البلاد لمدة خمس أيام لن يحضر العزاء يوم السبت فبنيابة عن الكابتن محمود الخطيب أتقدم بخالص العزاء أولا لنادي الزمالك وجمهيره وأسراته ولمصر كلها والوسط الرياضي عن وفاة المرحوم أحمد رفعت الفرح مونور على كابتن أحمد رفعت وكل العزاء والمواساة لأعضاء وجمهير ناد الزمالك وللأساس خالد رفعت نجل الفقيد الكبير صديق عزيز وابن لاليا وابن المهزب جدا ودو علم صحيح خالد رفعت رحم الله الكابتن أحمد رفعت النهاردة كمان الكابتن حسام البدري بيختار قيمة الأهل يمكن دلوقتي حالياً شغال مباراة الزمالك والإسماعيلي بين الشوطين النتيجة صفر صفر لكن كمان الكابتن حسام البدري بيختار واحد وعشرين لعباً للأهل يسافر بهم بالفعل للمنصورة للمبيد بها استعداداً لمباراة الغد مع طنطة اللي هتكون في استاد المحلة الواحد وعشرين لعب اللي كابتن حسام اختارهم للسفر شريف إكرامي وأحمد عدل عب منعم ورمضان مصطفى الحارس الصعد باسم علي وأيمن أشرف ومحمد نجيب وصبر رحيل دي لعطات من المران الأخير قبل السفر صبر رحيل وأحمد فاتحي وعمر السلية وعبدالله السعيد وأحمد الشيخ ووليد أزارو وجونيور أجاييه ومحمد هاني وكريم ندفد ومؤمن زكريا وأحمد ريان وميدو جابر ووليد سليمان وباكة وأحمد حمدي عندك تعليق على القيبة؟ أه بيطلع أحسن أنه بيحاول بقدر الإمكان يدخل باستمرار ناس عشان يطلق حوافز ما يبقاش ناس بعيدة عن الصورة أو وكل واحده شطرته بقلي بياخد فرصوته بيشبط فيها بيكمل لكن هو هيعمل إيه؟ ده المتاح علي معلول زهير الأيصر التونسي نجم الأهلي بدأ ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية وحينتظم بشكل أكثر جدية بعد مباراة طنطن شاء الله والدكتور خالد محمود طبيب الفرق قال أنه معلول جاهز بإذن الله لأداء التدريبات الجماعية مع زميله وأنه تعافى بنسبة كبيرة جدا من الإصابة اللي كان عانى منها في العضلة الخلفية وأكد الدكتور خالد على أنه تدريبات التأهيل اللي أداها اللاعب مؤخرا كانت من أجل الإطمئنان على تعافيه والتأكد من تمام شفاءه والتخلص من الإصابة تماما قبل ما يدخل في التدريبات الجماعية أيضا الدكتور خالد محمود قال أنه شام محمد لعب خط الوسط الحمد لله شوفي من إصابته بجزع في الكاحل كانت عرض لها في مباراة الإسماعيلي وأكد الدكتور الأهلي أنه اللاعب اكتاز ببرنامج التأهيل الخاص وتدريبات العلاج الطبيعي وبقى الحمد لله جاهز للمشاركة في تدريبات الكورة مع الفرق بعد مباراة طنطة أيضا تعرفين هشام محمد كان غاب عن التدريبات في الفترة الأخيرة وخضع لبرنامج طبيعي لتجهيزه للعودة بقوة في التدريبات على ذكر المصابين أيضا حارس المرمى محمد الشناوي بدأ ينتظم بالفعل في تدريبات الفريق ولكن هيدخل الكورة بشكل جدي كمان خمس أيام بعد خضوعه للتدريبات العلاجية مكسفة بيؤدي تدريبات التأهيلية حاليا والدكتور خالد محمود قال أن حارس الشناوي في تحسن مستمر ومرحوظ بعدما كان عانا من إصابة في العضلة الضمة في الفترة اللي كان شارك فيها وظهر بمستوى جيد جدا زي ما أشار لكم المهندس عدلي منذ قليل أن الكابتن محمود الخطيب هيكون خلال هذه الأيام الخمس القادمة خارج البلاد بيلبي دعوة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي حيسافر الكابتن محمود الخطيب وأيضاً حيسافر المهندس خالد عب عزيز وزير الشباب والرياضة اللي تلقى نفس الدعوة فالوزير والخطيب حيسافروا سوى لحضور النهائي العالمي اللي حيجمع بين ريال مدريد وبطل البرازيل في نهائي تعتقد أنه مضمون فيش حاجة مضمونة فكورة مبارح ريال مدريد كده أن يطاح به يعني الجزيرة الإماراتية عمل ماتش العمر طبعاً يعني هو اللي نعايز أقول لك وسبق مازينبي وصل فينال والرجاء وصل فينال والأهل ثالث يعني إذن لا أفريقيا لم تعد لقمة سائغة يعني الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان زار المهندس خالد لعب عزيز وزير الشباب والرياضة في مكتبه علشان يبحث التنسيق وتقديم التسهيلات الكافية